جيهان الذي يدرك أنه من المستحيل رمي هنجر من قلبه في الحلقة الجديدة من مسلسل العروس سيدحث عن طرق لاستعادتها على الرغم من أنه ليس من السهل على جيهان أن يسامح نفسه لأنه يدرك أنه كسر قلب هنجر إلا أن جهوده ستؤتي ثمارها أخيراً وسوف تسامح هنجر جيهان قريباً جداً أولاً إذا كنا تريد أن يسامح هنجر جيهان على الفور وأيضاً إذا كنا تتطلع إلى المشهد الذي يذهب فيه جيهان ليطلب هنجر مرة أخرى مثل الفيديو الخاص بنا إذا كنا ترغب في مشاهدة مشاهد حب هنجر وجيهان ليس فقط في عطلة نهاية الأسبوع ولكن كل يوم اشترك في قناتنا وانقر على قسم التعليقات وترك الكثير من رموز القلب التعبيرية حتى نتمكن من إظهار أرقامنا معاً أيها الأصدقاء في الحلقة الجديدة من مسلسل العروس من ناحية سيحكم على هنجر أن تعيش مع ألم دفن حبها لجيهان في قلبها ومن ناحية أخرى ستلوم نفسها على وفاة شقيقها جميل بسبب المرض بعد معرفة الحقيقة ومع ذلك عندما ينتشف حب جيهان الهنجر ويبادل هنج حب جيهان فإن أيام الماضي المظلمة ستترك وراءها سيكون حب جيهان وهنجر كافياً لشفاء كل الجروح بالطبع هنجر وجيهان سيكونان سعيدين جداً بشفاء جميل التدريجي بعد اعتراف جيهان بحبها الهنجر ومجيئه ليطلبها ومع ذلك بعد كل الألعاب التي لعبوها لإخراج هنجر من القصر فإن جيهان لا يزال يلاحق هنجر ويعترف بحبه لها سيكون بالطبع كافياً لإرسال مقدير وبيزاً إلى انهيار عصبي في الواقع بدلاً من التقرب من جيهان هنسر مرة أخرى فإن القول بأنها قررت العيش معه في القصر سيخرج بيزاً من عقلها حقيقة أن جيهان يطلب هنجر وفي يده زهرة وشوكولاتة منذ الحلقة الأولى تظهر لنا أن بعض الأشياء ستتحرك بسرعة كبيرة أيها الأصدقاء على سبيل المثال إحدى هذه الأمور ستكون حقيقة أن هنجر سيتعلم من جيهان نفسه أن بيزا هي زوجة جيهان السادقة لأن جيهان سيخبرها أنه من الآن فصاعداً لكي لا يخسر هنجر سيكون صادقاً معها ولن يخفي عنها أي شيء أبداً سيكون سؤال هنجر الأول هو أليست زوجتك المطلقة بيزا جيهان؟ لقد كنت على علم بكل شيء بالفعل لكنني تحملت كل شيء من أجل أخي سيقول لقد فهمت بالفعل أنه كان هناك شيء بيني وبينك من حقيقة أنك أنت وبيزا تناولت الطعام جنباً إلى جنب على نفس الطاولة في اليوم الذي أتيت فيه لأول مرة إلى القصر ومن صورة زفافك مع بيزا المعروضة على الشاشة أثناء جلوسك في غرفة المعيشة مع والديك ومن أشياء أخرى كثيرة بالطبع سيكون من الأفضل لكل من هنجر وجيهان أن يخبر جيهان بنفسه كل شيء هنجير دون سماع الحقيقة من فم أي شخص آخر بخلاف ذلك حتى لو ردت هنجر حب جيهان إذا استمرت جيهان في الكذب على هنجر وستظهر فعبان بايزاً أمام هنجر فقط لإنهاء هذا الزواج فستقول كف هذا كثير جداً لقد أخذت زوجي مني سيكون من المحتم عليه أن يقول سأخذ طفلك منك سنكون سعداء جداً إذا شاركت أفكارك معنا وداعاً نراكم في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر